موسيقى جدل القوات الأمريكية باق ويتمدهد إنها هزيمة مكتملة الأوصاف الولايات المتحدة الإبراهيمية التقبيع المختلف موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جدل القوات الأمريكية في العراق باق ويتمدد هل سترحل هذه القوات الأمريكية ومعها باقي ما يسمى بقوات التحالف من العراق أم أن الأمور ستبقى كما كانت في السابق أن هذه القوات تحولت أو تتحول إلى قوات مستشارين وقوات مدربين وأن القوات الأمريكية القتالية خرجت أو هكذا ربما سيجري الحال أقول ربما لأن الجدل لا يزال مستمرا وهناك مخاوف كثيرة لدى أوصاف كثيرة في المجتمع العراقي من بقاء هذه القوات ومن استمرار بقائها تحت عنوين وذرائع مختلفة وبحجج واهية لكن الخطر يبقى جاثما وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي الأمريكان يقولون بكل صراحة بأنهم ليست لديهم خطط في الوقت الحاضر لسحب هذه القوات من العراق ولحظتم في الأيام القليلة الماضية البنتاغون كان يصرح بتصريحات تتناقض تماما مع تصريحات الأخوة في الحكومة حكومة السيد محمد الشياء السوداني خاصة فيما يتعلق بوجود تعاون مباشر في قضية الاستهدافات وما وصفت آنذاك بالمزاعم الأمريكية وحتى بعد أن تزايدت الضجة في العراق والغضب في العراق لرؤية القوات الأمريكية والمطالب موجودة وتتحدى السيادة العراقية وتقتل في العراقيين ويطالب كثير من العراقيين بتحب القوات الأمريكية لكن البنتاغون يقول أنه لا يزال يسيطر على العديد من القواعد العسكرية ويقول بناء على دعوة من بغداد على أي حال المطلوب الآن في هذه المرحلة حتى هذا الجدل نضع له حدا فيما يتوافق مع المصالح العليا للعراق هناك دعوات جدية لموضوع المكاشفة والشفافية وأن تبحث قضية القوات الأمريكية في العراق ووجودها وموضوع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العراق يبحث بشكل شفاف وصحيح وقائم هذا البحث على أسس موضوعية مصالحنا وين ومصالحهم وين والولايات المتحدة الأمريكية أيضا يجب أن تفارح ويجب أن تعرف جيدا أن هذا العراق أكو بغوط شعبية أكو مطالبات شعبية بالنتيجة يعني العراق والحكومة العراقية لا تستطيع أن تتحرك بمفردها فيما يتعلق بخروج القوات الأمريكية أو إبقائها أو فيما يتعلق حتى بطريقة أو طبيعة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك تسريبات صحيحة غير صحيحة لكن هناك تصريحات يجب أيضا أن توضح الحكومة العراقية موقفها من مثل هذه التصريحات التي تتناقض مع الموقف الرسمي للسيد رئيس مجلس الوزراء ومع الموقف الرسمي للإطار التنسيقي الذي يقف كلف هذه الحكومة حكومة السيد محمد الشياع السوداني وأقصد هنا ما ينقل في بعض الصحف الأمريكية مثلا صحيفة بوليتيكو صحيفة بوليتيكو تنقل عن هكذا تقول صرح كبار مستشاري رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني لمسؤولين أمريكيين بأن إعلانه يعني إعلان السيد الشياع السوداني المطالبة بخروج القوات الأمريكية كان محاولة لإرضاء الجماهير السياسية المحلية وأن السوداني نفسه ظل ملتزما بالتفاوض بشأن الوجود المستقبلي للتحالف في العراق وفقا لما جاء في ستة كانون الثاني يناير برقية لوزارة الخارجية حصلت عليها صحيفة بوليتيكو بس هذا لا نستطيع أن نؤيده ولا نستطيع أيضا أن ننفيه المطلوب من الحكومة العراقية هي التي أن تكون شفافة وهي التي يجب أن تكون واضحة وصريحة لكي يفهم الشارع العراقي طبيعة ما يجري أولا هناك هذه كثرة التصريحات من بعض المستشارين في الحكومة وهذا مو جديد هذه يجب أن تضبط نحن نتحدث خارج الحدود نحن نتحدث خارج الحدود يعني خارج المألوف المألوف هو المستشارون يصرحون كيفما يشاءون وهذا غير صحيح يجب أن أصلا المستشار يقدم المشورة لرئيس الوزراء مو يجي يبرر أفعال الحكومة أو حتى يصرح بتصريحات كما لاحظتم في التصريح السابق يتعارض ويتناقض مع موقف الحكومة وموقف رئيس مجلس الوزراء والموقف العام المزاج الشعبي العام وشفتوا أنتوا يعني الكثير من أولئك الذين يتحدثون عن القوات الأمريكية الآن يتحدثون عنها بغضب بعد هذه الغارة التي نفذتها خصوصا في قضية مقتل الشهيد القائد أبو تقوى وأبو تقوى هذا الموقع هو موقع رسمي تابع للحشد والحشد خاض على رئيس مجلس الوزراء أقول أيضا يعني يفترض بذلك يصير تشذيب فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية وترك الأمور تجري بشفافية حتى لا تخسروا جمهوركم أنا أقول وأكرر مرة أخرى ما حصل في تشرين 2019 قبل أكثر من أربع سنوات ما حصل في تشرين محاولة السفارة الأمريكية وقوى من الخارج الطرف الثالث إيجاد الضد النوعي خلق حالة من الفجوة كبيرة بين القيادات السياسية الشيعية ومو كلها قيادات السياسية الشيعية هي فعلا حاليا هذه الآن المنخرطة في الإطار التنسيقي وبين جمهورها هذا تم يجب أن تردم هذه الفجوة وهذه الفجوة لا تردم إلا بالمزيد من تقديم الخدمات وبالمزيد من الشفافية وفي موضوع القوات الأمريكية بالمناسبة يعني مو بالضرورة أن نكون أعداء للولايات المتحدة الأمريكية مو هو هذا المطلوب أبدا أبدا ولا أي دولة أخرى في العالم ما عدا الكيان الصهيوني بس الآن بعد قضية فلسطين يعني بعد هذه المجازر الوحشية التي تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتبوت تورط الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح ومباشر في كل ما يجري في فلسطين المحتلة وأنها تشجع هذا الكيان على المزيد من القتل اليومي ومن ارتكاب المجازر الوحشية وتشجيعه على ذلك يجب وضع حد يعني حتى فيما يتعلق بالعلاق والموقف الرسمي للحكومة العراقية هو لصالح شعب فلسطين وضد هذا العدوان على الفلسطينيين على الشعب الفلسطيني في غزة تحديدا أقول هذا الموقف الرسمي يجب أن يترجم على الواقع من خلال الطلب بشكل أيضا رسمي ومن خلال القنوات الرسمية ومن القوات الأمريكية الخروج هو تم تشكيل لجنة أو هكذا يقولون أواخر السنة الماضية لكن البنتاجون يقول لم نعلم لا نعلم شيئا عن هذا الإخطار الذي تتحدث عنه الحكومة العراقية أكد السكرتير الصحفي للبنتاجون العام باتريك رايدر في 8 كانون الثاني يناير أن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب أي من قواتها من الأي من قواتها من العراق يعني لا قتالية لا استشارية لا تريب كلها يبقيها على الرغم من السهوة كذا النص يقول من المزاعم التي تقول طبعا عن رويترز عكس ذلك التي أطلقتها الحكومة في بغداد وقال رايدر للصحفيين في الوقت الحالي لست على علم بأي خطط للانسحاب ما زلنا نركز بشكل كبير على مهمة هزيمة ما يسمونها بداعش وطبعا يقول القوات الأمريكية موجودة بناء على دعوة من الولايات المتحدة وذكر أيضا بأنه أو الولايات المتحدة أو البنتاجون ليس على علم يقول ليس على علم بأي إخطار من بغداد إلى البنتاجون بشأن قرار صحب القوات الأمريكية من الدولة من العراق طيب مبدئيا نحن لا نصدق الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي عجو قولوا لكم بكل صراحة أقول لكم بكل صراحة نعم هي صديقة للحكومة صديقة للدولة العراقية للدولة وفق اتفاق الإطار الاستراتيجي بس تبت من خلال ممارساتها أنها ممارسات عدوانية وإذا جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ما يخالف نحن لا نصدق في البداية مزاعم الحكومة الأمريكية وحتى لا نصدق ما قالته بوليتيكو فيما يتعلق بتصريحات بعض المستشارين وبالمناسبة بعض المستشارين يقولون على التلفزيون أصلا ينفون وجود ينفون وجود قواعد أمريكية ما عندنا قواعد أمريكية لا قتالية ولا ما ما أكوه أبدا لا توجد قواعد أمريكية انتبهوا أقول مع كل ذلك الموضوع بسيط لك هذا جدا لا يستمر بسيط جدا وهي فعلا يعني كما علمت أن يعني هناك ما أعرف هذا المسج شنو تفاصيله المسج الذي يصل إلى المواطنين وسؤالهم عن رأيهم في القوات بقاء القوات الأمريكية لا يخالف هذا هذا جيد لكن أيضا يجب يجب الدعوة إلى حوارات مباشرة داخلية وحتى مع الولايات المتحدة بس تكون علمية وظاغرية واختيار وفد من العراقيين الوطنيين مو كما فعله السيد مصطفى الكاظمي في الحوار الاستراتيجي الذي أفضى في النهاية إلى كذبة خروج القوات الأمريكية القتالية وتحويلها إلى قوات مستشارين ومدربين كما يقول البنتاجون الآن ذات على الورق فقط الشفافية مطلوبة وعلينا أيضا أن نبحث الفوائد والأضرار من خروج القوات الأمريكية خاصة في موضوع التنظيم الأرهابي الذي يجري العمل على قدم الوساق الآن في سوريا أماكن محددة في السوريا في القلمون وأماكن أخرى وحتى في لبنان لعادة إحيائه ابقوا معا كيف نخرج من الحفرة؟ إنها هزيمة مكتملة أوصاف هذا الكلام هو لرئيس الاستخبارات في الكيان الصهيوني ويكرره الكثيرون في داخل هذا الكيان الصهيوني خاصة أولئك المتخص يعني اللي عندهم خبرة في الحروب وضباط سابقون وإنها لأن الضباط السابقين يسبح لهم بالتصريح من تجي تراقب شبكات التلفزة شكل خاص الإسرائيلية في داخل الكيان الصهيوني هم يحجون في داخل الكيان شي يحجون برد شي آخر بس من تجي التابع والتابع أيضا حتى الصحافة التي تبثوا بالعبريب على الرغم من وجود رقابة شديدة رقابة شديدة فيما يتعلق بخروج التصريحات ومحاولة فرملتها لكي تتلاءم مع وجهة النظر الرسمية ولكي أيضا لا تخلق مخاوف لدى الشارع في داخل هذا الكيان الصهيوني اللقيط وخصوصا عوائل الأسرة وعوائل الضباط الذين يقتلون وشفتوا كده على الأيام القليلة الماضية يعني بالرغم من كل التكتم هناك اعتراف بهوقوع قتلى في كبار الضباط في الكيان الصهيوني أقول بالرغم من كل ذلك من تجي تقرأ وتشوف وتتابع لا لا تجد النفس الانهزامي واضح تماما واضح تماما الانهزامي يعني الشعور بالهزيمة وبمرارة الهزيمة ويقولون يعني هذا مقال لهذا ناحوم برنياع يقول في سبع أكتوبر سقطت إسرائيل في حفرة عميقة لا يوجد معدل للخسارة أو الضرر أو الثمن الذي ستأخذه الحرب مننا على المدى القصير والبعيد منذ ذلك اليوم ونحن نقف في الحفرة ونطرح الأسئلة نطرح أسئلة كثيرة متى سقطنا لماذا سقطنا أين العدو الذي أسقطنا وكيف سنقضي عليه كل هذه أسئلة المهمة لكنها تجعلنا نطرح السؤال المهم حقا هو كيف نخرج من الحفرة هذا ناحوم برنياع وطبعا يذكر يجي يفصل كيف يعني قراءة محاولة لكيفية الخروج من هذه الحفرة يقول حتى الهدف الأكثر تواضعا الأكثر تواضعا وهو تفتيك حماس يتطلب تعديل التوقعات ونعيد النظر بتوقعاتنا بعد هذه الأيام من الهزيمة لم يتم الإفراج أو تحرير أسير أسير واحد عن طريق العمليات العسكرية وهذه المجازر التي أوقعت أكثر من مئة ألف شهيد وجريح مدني فلسطيني ثقفت عليهم صواريخ على بيوتهم وبينهم عدد كبير لتزايد مع الأسف من زملائنا وزميلاتنا الصحفيين والصحفيات كفت الصحفية استشهدت قبل يومين ثلاثة قبل أن تستشهد تكي تقول تقول تعبنا مو من الحياة لا تعبنا من هذه المعالات وانهي إلا أيام القلائل وننتقل إلى رب رحيم كريم استشهدت استشهدت أرض أقراركم النص أنا هذا من ال واقع المؤلم يعني حقيقة هذه الصحفية الإعلامية الفلسطينية هدى العبادلة استشهدت وابنتها جودي جراء قصف صهيوني غادر استهدف منزلهم وتراجع تشوف أنهكتنا النجاة النجاة عفوا مو المعالات أنهكتنا النجاة لين يومية نحن تعبنا من هذا النجاة يومية ونقصف وما نموت ونقصف وما نموت بالنسبة إلى هي حالتها وبتها أخيرا إنما هي أيام قلائل والبوعد والجنة تشهدت ماذا قد استشهدت استشهدت صحفيون ولماذا هذا الاستهداف الصريح والواضح للصحفيين هي هذه كما يقولون في داخل الكيان الصهيوني أيضا هي محاولات للخروج من هذه الحفرة العميقة التي سقطوا فيها لأن هذا الكيان محكوم عليه بالفشل وبالزوال في الأسابيع الماضية كما يقول هذا الصهيوني الصهيوني لم تغير الحرب الواقعة التي تكلفنا حياة المقاتلين وقلت لكم كل يوم يسقط عدد كبير من هؤلاء الضباط بعض الضباط على فكرة يقتلون أو يموتون بالسكتة القلبية من الفزاعي الآن أقول لكم الصحف الإسرائيلية الصحف العبرية أنتم تعرفون أنه الآن أسسوا مراكز لمعالجة الأوضاع الصحية الاضطرابات النفسية التي وقع فيها هؤلاء الصهايني الجنود العسكريون يعني بالليل يقعد وسلاحه بيده ويقتل جماعته يطلق الرصاص على جماعته مراكز فعلوا الآن أسسوا مراكز لمعالجة هؤلاء نفسيا هذه الاضطرابات النفسية التي أوجدتها الحرب وأوجدها الفشل في الوصول إلى أهدافهم ووقعوا كما يقول هذا بالحفرة بالحفرة فمع كل ذلك مع كل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي قلنا أنها مشاركة في الجريمة في المحور الأول الولايات المتحدة تبعث ببعوثين وتبعث مفدين إلى الكيان الصهيوني إلى الدول العربية لا يبحثون وقف هذا العدوان لا يبحثون لا لا يبحثون اليوم التالي شن اليوم التالي يفترضون أن الكيان الصهيوني هو يقول هو الكيان يعترف يقول نحن في الحفرة وإنها هزيمة مكتملة الأوصاف الولايات المتحدة تفترض أن هذا الكيان سينتصر في النهاية بعد هذه الحرب والسقف ما معروف متى ستتوقف هذه الحرب يعني هذا العدوان وهذه الجرائم فيبحثون اليوم التالي راح نسوي شن المطلوب أن نفعله في الوقت الحاضر وطبعا هم يفكرون عادة بالمستقبل وهذا طبعا يرجعنا إلى سؤال مهم جدا أين نحن العرب وأين نحن المسلمين من قضية المستقبل لماذا لا نؤسس مراكز تفكر في المستقبل وتضع حلول وتفترض افتراضات وتفكر وتجد حلول مختلفة بأي شكل من الأشكال أنت يجب أن تفكر بالمستقبل كما يفعلونهم هم الآن قاعدين يفكرون كيف يعني يفترضون خلاص موضوع حماس انتهت موضوع غزة انتهت نحن فككنا هذا الكيان الكيان العسكري لحركة المقاومة ونجحنا في تحقيق كل أهدافنا فماذا بعد ويجوا ياهم مو بس هم يجوا ياهم حتى هذا العربي يعني السعودي على سبيل المثال مثلا الأمير تركي الفيصل يقدم مشروعا يتلاءم كثيرا مع المشاريع التي يطرحها وزير الخارجية الأمريكي اليهودي الصهيوني الذي يقول بأنه أنا يهودي صهيوني ويعترض بأنه أنا أتعاطف مع هذا الكيان لأنه يهودي صهيوني الكيان ليس عن الديانة نتحدث أيضا تيجي المملكة العربية السعودية وتتحدث عن سعي تصفه بالعربي لصدصدار قرار أممي جديد يفرض وقف أطلاق النار الفوري ما بعد يعني يفكرون للمستقبل بعدين فرض هدنة طويلة لمدة خمس سنوات أو أكثر على الطرفين بضمانة عربية للطرف الفلسطيني وضمانة دولية للطرف بينقوسيا الإسرائيلي وثالثا تتوج نهاية هذه الهدنة بقيام دولة فلسطينية بناء على القرارات الدولية القرار 1948 والقراران 242 و338 بعدين يلي ذلك مفاوضات جدية لحل النهائي للقضية الفلسطينية مبنى على مبادرة اللجنة الرباعية ومبادرة المبادرة العربية للسلام يعني مالة السعودية وخامسا إعلان حماس التزامها بمثال منظمة التحرير الفلسطينية وخياراتها السياسية عن الاعتراف بإسرائيل وسالسا توافق فلسطيني على قيادة سياسية فلسطينية للقطاع انسحاب يعني 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 يريدون ينهون القضية الفلسطينية نهائيا بوجود الكيان الصهيوني وبالترويج وبإحياء ما أصبح يعرف بالمسار الإبراهيمي وهذا ما سنحدثكم عنه في المحور الثالث اتقوا معنا الولايات المتحدة الإبراهيمية التطبيع المختلف أحباي بما أننا قلنا في المحور السابق نحن بحاجة إلى مراكز تفكروا في المستقبل تخططوا للمستقبل طبعا توجد بعض المراكز في بعض الدول العربية تتحدث عن المستقبل بس تتحدث عن الجانب الاقتصادي البورصة والمال والمشاريع الاقتصادية وهذه أيضا يعني يعني يغلب عليها التفكير الضيق بعيدا عن وحدة الموضوع وأما الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية مراكز التفكير المعروفة لا لا أدهم مراكز تفكروا في المستقبل ماذا سيفعلون بعد عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة حتى بالمناسبة فيما يتعلق بالمحور الأول موضوع الجدل حول بقاء القوات الأمريكية هناك مراكز تتحدث في داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2000 يعني قبل سقوط النظام نظام صندان حسين أن المخطط عن هنالك خطط طبعا هم وفق دراسات معينة ستنجح ما تنجح بالنتيجة هم يفكرون ويسموها مراكز التفكير أنه يريدون لأن يدخلوا قواتهم إلى المنطقة وخصوصا في العراق لكي تبقى على الأقل خمسين سنة حتى يدفذون المشاريع الأخرى ومنها هذا المشروع اللي هو يسمونه مشروع مسار إبراهيم طريق إبراهيم طريق طبعا ينطوي على موضوع الديانة الإبراهيمية بس مو هي كلها هاي هذا الجزء الظاهر من جبل الجليد المسارع للطريق حدود ألف ماير طريق طريق حج بس الحج لطريقة جديدة وإبراهيم أبو الأنبياء من الناحية النفسيانية والعقلانية مقبول لدى كل الأديان أو الشرائع لنقول هكذا باعتبار أن الدين عند الله الإسلام لكن من وجهة نظرهم من يتحدثون عن الأديانة الثلاثة الرئيسة اليهودية النصرانية المسيحية والإسلام دينة الحنيف يريدون الغلبة في النهاية تكون للديانة أو يعني اليهودية من منطلق تسميعتهم على الأساس أنها هي الديانة الأقدم طيب بس من تجي لهذا الطريق طريق 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 ذري تضاريس وممكن يعني طبعا نظف عليه الطابع السياحي وهذا مشروع قائم منذ العام 2007 بدأوا يشتغلون عليه ويتحدثون حوله وحران حيث يعني إلى العراق إلى سوريا تركيا الأردن فلسطين فلسطين وطبعا الكيان الصهيوني فلسطين يعني هو غزة وما يجري في غزة وقدس الشريف والبثة الغربية حتى هو هذا المشروع مشروع البسار الإبراهيمي يختم الأمر بالكيان الصهيوني هناك روح تحج هناك الحج حتى هذا الحج البقوس الروحية تختم هناك تم إنشاء هذا المسار في العام 2007 كما قلنا كطريق للحجاج لتقليد كما يقولون طريق إبراهيم التأريخي بين مسقط رأسه في أور في العراق والتي يعتقدون أو يعتقد البعض أنها كانت يعني كان مسقط رأسه أورفا في تركيا بعضهم يقول لكن بالنتيجة من أور تبدأ ووجهته النهائية في فلسطين وصحراء النقام وكل ما يتعلق بتلك الجغرافية بالأثناء ما هو يمر هذا المسار بأماكن مختلفة الأردن مصر وبالفناسبة يعني هم يزعمون أنه هذا المسار بخال من السياسة حتى كوشتير تحدث عنه سابقا تحدث عن مشروع الديانة الإبراهيمية وعن هذا المسار بعيدا عن السياسة يقول لك يعني باعتبار ما مقيدين بالخلافات واختلاف الأنظمة السياسية هذا مو عائق يعني نوجد دويلات داخل الدول ما يمكن أن يطلق عليه البعض بالولايات المتحدة فدرالية فدرالية جديدة فدرالية إبراهيمية يجمعنا الدين الإبراهيمي التقاليد الإبراهيمي الحج الإبراهيمي هكذا هكذا يقولون يقولون في أحد الأيام قال الله لإبراهيم أن يأخذ كل عائلته وممتلكاته ويترك أور ويستقر في أرض جديدة ويؤسس أمة جديدة من الناس الذين وعدهم الله بهم عندما رأى إبراهيم الأرض الجديدة لأول مرة هكذا يقولون بنى مذبحا لتمجيد الله واستوطنوا وأصبحوا أمة إسرائيل اليهودية والدبلوماسي السابق ستيفان سيسي ستيفان هذا نقر لكم اسمه كما هو هذا هو هذا نشوف هذا القارديان أيضا نشر عنه مقال تفصيلي وهو الآن المدير التنفيذي لمبادرة مبادرة مسار إبراهيم ستيفان سيسي يرى أن الأمر بنفس الطريقة التي تراها صور دانيلز ويقول يتعلق الأمر بإظهار وجه مختلف للشرق الأوسط هاي هم إحدى المحققات التي بحثت هذا الموضوع ومنذ زيارة باب الفاتيكان أيضا لمدينة الناصرية وإقامة الصلاة الموحدة فيها تذكرون جيدا بتاريخ 21 عفوا 6 3 2021 والأنظار تتوجه إلى الناصرية إلى أور طبعا سماحة السيد لعلى المرجع لعلى تشفى هذا المشروع ببيانة التي تحدث فيه عن الكيان الصهيوني واستحالة التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني راجعوا الضربة القوية التي تلقاها البابا عندما ذهب إلى أراد يعطي انطباع أنه حتى السيد السيداني البرجعية البرجعيات الروحية الدينية لأنه قبلها راح التقى لشيخ الأزهر أنه توافق على هذا المسار وراح راح إلى أور طبعا في وقته حكومة العراقية والرئيس العراقي آنذاك برهم صالح من المؤيدين لمشروع الديانة الإبراهيمية أيدوا هذه الفكرة وشفتوا التركيز على الناصرية ناصرية راح تقل لي ليش لا الناصرية شفتوا التركيز حتى في تظاهرات تشغيل المظاهرات وعمليات التخريب لأنه هناك بيت سيدنا إبراهيم عليه السلام اعتبرها البابا الناصرية مدينة الخلاص وطبعا تعتبر هذه الناصرية في فكرة المخططين لمسار للمسار هذا مشروع المسار الإبراهيمي نقطة الانطلاق كما يقولون لرحلة سيدنا إبراهيم وصولا إلى مكة المكرمة بإمكانهم على فكرة تغيير المسارات لكن بالنتيجة تصب المسار في النهاية يصب في الكيان الصهيوني ولهذا تلاحظت توالدة الأحداث في الناصرية خلال السنوات الماضية الأمن غير مستتب فيها نعم موجود سجن الحوت هذا واحد من العوامل وسجن الحوت فيه الإرهابيون وهؤلاء الإرهابيون أيضا مبرر أو دافع لدى هؤلاء لكي يشعلوا دائما الناصرية حتى يضغطون للإفراج عن هؤلاء الإرهابيين لكن بالنتيجة من تجي أنت تشوف النتيجة الكلية لو تجي تبحث الخارطة النهائية لمشروع مسار مثل هذا المسار مسار إبراهيم عليه السلام وفق أطلس الأديان ستجده وهنا المفارقة الكبرى مطابقا تماما مع حدود ما يسمى بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وهذا هو الذي قام به كما تذكرون النتن ياغو في سبتمبر من السنة الماضية في الأمم المتحدة في نيويورك عندما رفع خارطة المنطقة منطقة الشرق الأوسط الجديد بعد انضمام المملكة العربية السعودية لمسار التطبيع وعندما عاد إلى الكيان الصهيوني كتبت الصحف الإسرائيلية تنتقده لأنه عرض خارطة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات مشروع المسار المسار الإبراهيمي مبني على إزالة القدسية عن كل مقدس وإيجاد مقدس مشترك واحد وهذا ما حدث في العراق كما لاحظتم شفتم بعض القنوات الفضائية الأمريكية طلعوا لك حجاج اثنين مروا رجال ومعرشون يحجون في أور بدلا من مكة المكرمة والشيء الملفت للانتباه أن وسائل الإعلام مع كل الأسف تعاطت مع ذلك الحج بطريقة خالية من الإشارة إلى الهدف الإسرائيلي الأكبر الصهيون الأكبر وصوروا ذلك الحدث بأنه حج يعني شو المشكل يعني للفقراء الذين لا يتمكنون من الذهاب إلى مكة المكرمة فيقومون بالحج إلى أور وبعدين من أور ينطلقون وتتوزعوا هذا هو مشروع الرحلات الدينية وتبادل الرحلات الدينية اللي دعونا مرارا إلى تغيير قانون تجريم التطبيق في فقرة الرحلات الدينية التي تشكل واحدة من المفاصل الرئيسة التي منها يدخل التطبيع بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني لكن تطبيع مختلف محبوب مرتب وجميل واسمه تطبيع إبراهيمي هذا المشروع خطير جدا هذا المشروع يزعم أن أراضي المسار من العراق في سوريا وفلسطين حيث القدس الشريف والأردن ومصر والسعودية حيث مكة المكرمة والمدينة المنورة لا تخص الشعوب التي تسكنها حاليا فقط وينبغي تدويلها وإزالة حدودها السياسية وإنشاء اتحاد فدرالي واقتسام الثروات بينها وعدم يعني تفاصيل كثيرة حقيقة يعني تمكين اليهود من العودة للأراضي التي كانوا فيها قبل آلاف السنين وأكون طبعا يندرج فيه موضوع تعويض اليهود بسهر رافعين دعوة ومعدمان السعودية يهود خيبر يريدون تعويضات وهكذا ينطلق التطبيع باستغلال اسم النبي إبراهيم عليه السلام الذي لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا بل كان حنيفا مسلما فالحذر الحذر من هذا المشروع جمال ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر